تفضلت سمو الشيخة والدة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بافتتاح مقر مشروع نتاج خير البحرين في منطقة الرفع والذي يعتبر واحدا من أهم المشاريع التنموية المنبثقة عن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وينقسم إلى مطبخ إنتاجي ومشغل للخياطة وصف التجميل وقاعة محاضرات وثمن اسموها الرعاية الملكية التي يقدمها جلالة عاهل البلد المعظم للأيتام والأرامل المنتسبين إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واهتمام جلالته الكبير بتوفير كافة أشكال الرعاية والخدمات التي تطور وتسقل شخصياتهم وتجعل منهم كوادر فاعلة في المجتمع معربة عن خالص شكرها وامتنانها على اهتمام ومتابعة جلالته الشخصية لدعم الأرامل والأيتام البحرينيين المكفولين من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مشيدة بالدعم الكبير الذي يليه سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء لعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والإدارة المتميزة لسموه الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة لهذا الكيان الإنساني بكل حرفية وإحسان كما أشهدت سموه بمشروع نتاج ومستواه الراقي والمميز والذي يعمل على صناعة كوادر بحرينية رائدة متميزة في مجال الإنتاج بكافة أشكاله وتيسير السبل التي تعينهم على تطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم مؤكدة أن مثل هذه المشاريع تصب في مصلحتهم في المقام الأول وتعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى أسرهم كما اطلعت سموها على أقسام المشروع وآلية الإنتاج إلى جانب الاطلاع على المنتجات الحرفية التي تم إعدادها في كافة الأقسام مؤكدة على استمرار دعمها للأرامل والأيتام البحرينيين حيث إنها على ثقة بأن المشاريع التنموية التي تطلقها المؤسسة ستكون ذات نفع وعائد يرقى بحياة جميع منتسبية المؤسسة بما يحقق تطلعات ورؤى جلالة الملك المعظم وقدمت صاحبة السمو دعما سخيا لتطوير المشروع من جانبه تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر وتقدير إلى سمو والدة سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة على تفضلها بافتتاح مقر نتاج خير مؤكدا بأن دعمها السخيل المشروع محل تقدير للجميع ويعتبر مشروع نتاج خير البحرين أحد المشاريع الاستراتيجية التي تأتي ضمن توجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم الحياة الكريمة لجميع المستفيدين من خدمات المؤسسة وتقديم الخدمات المتميزة والشاملة للأسر المنتسبة ترجمة نانسي قنقر